اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو حالة العشوائية الشديدة جدا في ادارة منظومة كرة القدم وانا اكسف ان انا بقول كلام ده دايما كنا بنتكلم على فكرة ان احنا ندعم الحكم المصري ودايما كنت بتكلم على انه نحاول نعلم بمستوى المنافسة في بطولة لكن البطولة في شكلها الحالي تحولت الى بطولة مشوهة الحقيقة وما حدث في مباراة الامس تحديدا طبعا الواقع الشهيرة وعدم احتساب الهدف الصحيح لصالح النادي الاهلي والكرة اللي عدت خط مرمى التلايع واللي كتير من حكام الدوليين الحقيقة اكدوا على صحة وسلامة الهدف تكشف ده لانها ليست الاولى ولا التانية ولا التالتة ويبدو كمان انها مش هتكون الاخير مواقف كتيرة جدا حقيقة رصدناها وسجلناها تسببت في ضياع اللقب جوه الملعب وبرا الملعب جوه الملعب حضراتكم شفته وقاشته واحنا الحقيقة الملف جاهز عندنا وهنعرضه في الوقت المناسب اخطاء تحكمية فجة وكنا بنقول في الاول انها قد تكون تقديرية لكن من الواضح الحقيقة انها مع نهاية المشوار تمت بسبق الاسرار والترصد والتربص ما اقدرش اقول معنى تاني بطولة فقط فيها النادي الاهلي 15 نقطة بس بسبب التحكيم ومن الناحية التانية جدول دوري مشوه عين فيه النادي الاهلي بطل مصر واللي شرف مصر الحقيقة في كل المحافل الدولية اللي شارك فيها انه بكلم حضراتكم عن فرقة دخلت ست بطولات حققت خمس القب وتوجت بكقوس البطولات دي وفي البطولة السادسة خدت مركز ثالث على مستوى العالم فريق من شهر 11 لغاية شهر 8 اللي احنا فيه نهاردة سافر 12 رحلة خارج مصر قابل 18 بطل دولي 18 بطل عالمي على مستوى قارة افريقيا على مستوى قارة اسيا على مستوى قارة اوروبا على مستوى قارة امريكا الجنوبية حقق بطولتين دوري ابطال حقق سوبر افريقي حقق السلسية طبعا دوري وكاسو دوري ابطال في النسخة الاخيرة بطولة الدوري مش هي اللي هتزعل جماهير نادي الاهلي لكن الحقيقة الحقيقة الشكل والطريقة والاسلوب اللي اضاعب منها القائمين على المنظومة في مصر بطولة الدور نادي الاهلي هو الحقيقة اللي مؤلم بطولة الدوري اللي احنا محققينها 42 مرة في تاريخنا اقرب المنافسين بنتكلم في 12 مرة بطولة الدوري اللي احنا محققين خمس القاف في خمس مواسم اخيرة على التوالي عمرها ابدا ما هتوجع او هتضايق جماهير النادي الاهلي لكن اللي هتضايقها اكتر انت بتراهن على ايه يعني انت بتستفز او بتصير غضب مين لما يبقى هذا التراكم الكبير جدا من مطشاط النادي الفرقة الوحيدة اللي ماخدتش راحة حد بيقولي في السنة الاخيرة عشر ايام متتالية خد فيها لعابة النادي الاهلي راحة 22 مباراة 22 مباراة لعابهم النادي الاهلي الفصل بينهم 3 ايام على مدار الموسم 18 مباراة من اجمالي 34 هي عدد مطشاط الدوري لعابهم الاهلي يعني اكتر من مطشاط الدوري الاول بمطش اكتر من نص البطولة اكتر من نص عدد مطشاط البطولة بمباراة لعابهم الاهلي في 55 يوم بس من الموسم بتعاقب الاهلي ليه على كل احوال اللي عايز اقوله بس وانا ما زال عندي امل ما زال عندي امل تعودت كده يعني التجارب اصلها الكلام مش موضوع حب وانتماء وغيرة وانتماء الى اخر لا ده تاريخ دي مواقف كتير جدا متسجلة مواقف كتير جدا انا شخصيا عشتها فانا مع فرقتي وفي ظهرها لغاية اخر ثانية في عمر الدوري يجي لا قبلنا ما يجيش انا واقف في ظهر فرقتي وانتمائي كان الاهلي مش مرتبط بشكل من الاشكال بتحقيق البطلات على كل الاحوال النادي الاهلي النهاردة طبعا طلع بيان خليني ابتدي حلقة النهاردة بنص البيان اللي طلعوا النادي الاهلي النادي الاهلي بيحرص دائما على اعلاء المصلحة العامة والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية لسيامة اتحاد الكرة ولجانة بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية حتى وان وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الاخطاء التحكمية الفجة والمتكررة واخرها ما جرى في مباراة الاهلي وطلع على الجيش امس من جانب حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد التي كشفت ان مثل هذه الاخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية اولا التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بدله لعب الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين ايا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي وكأس مصر في الموسم الماضي ودوري ابطال افريقيا موسم 2019-2020 والميدالية البرونزية في كأس العالم الاندية 2019-2020 والسوبر الافريقي موسم 2019-2020 ودوري ابطال افريقيا المرة تانية على التوالي موسم 2020-2021 بالاضافة الى انهم يستعدون للمشاركة في كأس سوبر الافريقي في قطر سبتمبر المقبل وكأس العالم الاندية التي ستقام باليابان ديسمبر القادر ثانيا لم نجد تفسيرا لتكرار الاخطاء التحكمية في مباريات الاهلي على وجه التحديد التي افقدت الفريق خمسة عشر نقطة في سباق الدوري وهو امر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة ثالثا قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة وحذرنا من تكرار الاخطاء غير المقبولة للحكام التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة وتلقينا وعودا بتطوير منظومة التحكيم ورغم كل هذا ومع استئناف فريق الاهلي لمبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الافريقية لم تتوقف عند هذه الاخطاء واثرنا التحمل فوق الطاقة حرصا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا تشتت تفكير لعبينا بمثل هذه الامور خاصة انهم يعانون من اجهاد بدني وذهني غير مصبوط بسبب ضغط المباريات وهو امر لن نقبل به مرة اخرى خاصة ان تراكم المباريات على فريق الاهلي كان لداعن اهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قرية رابعا اذا ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الاهلي فان النادي ينتظر رد اتحاد كرة القدم بشأن استقدام حكام اجانب من التصنيف الاول لمباريات الاهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر على ان يتحمل النادي تكاليف كاملة وايجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقعمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الاطراف ده كان بيان ادارة النادي الاهلي والاهلي ولنا تعقيب بس اسمحوا لنا نروح لنادي الاهلي وزميلنا كريم أحمد من داخل النادي عشان نعرف اخر تطورات سعادة النادي الاهلي لمباريات المصري المهمة جدا طبعا الفريق النهاردة وصل تمرينات وبدون راحة خلينا نروح لكريم ونعرف اخر التطورات كريم كل التحاليك ولكل جمهور النادي الاهلي خلينا اتطمن منك على عرف طبعا في الفترات الأخيرة وفي المباريات الأخيرة كان دائما الجهاز الفني بيبقى حريص على انه يدي الفريق راحة 24 ساعة عشان يحاول يخفف من حالة الاجهاد يخفف من حالة ضغط المباريات الشديدة جدا اللي عانى منها الفريق في فترة الأخيرة لكن في استعداداتنا لمصري قرر الجهاز الفني انه يواصل التدريبات طميني كمان على حالة محمد شريف سمعت انه دخل التمرين حالة بدر بنون ومدى جهازياته لمباريات الغد يعني المعالم الرئيسية لتمرينة النهاردة كريم بالتأكيد طبعا يعني ابن التمس الحقيقة كل العزر اللاعبين والجهاز الفني على الضغط الكبير الحقيقة في المرحلة المضاية تلاحوا مباريات كبير جدا مجهودة على اللاعبين صفر كثير جدا على فريق النادي الأقلي ويمكن بنقول في كل مرة اللاعبتنا هي اللي فرحتنا خلال الفترة الفاتد ببطولات فرح الجمهور النادي الأقلي ببطولات في ظل صعوبات كبيرة جدا يمكن فيه سوطة وفيه طبعا معانا الأمل قاعد عيف زي ما بنقول وفيه صعوبة كبيرة جدا الأمل موجود لكن على الحسابات وعلى الترتيبات ان شاء الله بإذن الله يقدر النادي الأقلي بقى يحضر بشكل جاه جدا للمرحلة القادمة عندنا عدد كبير جدا من البطولات إن شاء الله بإذن الله بجديتنا وبإصرار اللعيبة وبشخصية النادي الأقلي المعتادة والمعروف عليه إن شاء الله بإذن الله تكون المرحلة القادمة مرحلة انتصارات وبطولات لفريق النادي الأقلي بدون راحة مباشرة والحمل الكبير لفريق النادي الأقلي النهاردة قرر حياة مسيماني أن يكون تدريبه اليوم في أساعة الخمسة الجو مقبول شوة طبعا بالنسبة للتدريب لكن حالة الإجاب بين على اللعيبة يعني أقدر أقولك النهاردة الجرعة التدريبية ما كانتش لكل اللعيبة طبعا كل اللعيبة اللي شاركت فيه طبعا شاركت خلال المباراة الأمس يعني رياحت شوية بالنسبة للبرنامج التدريبي ليه والباقي طبعا خالج جرعة تدريبية قوية منها طبعا جزء بدني بسيط ومنها تأسيمة مصغرة كده في منتصف الملعب لكن بشكل عام أطمنك طبعا على عدد من اللعبين على رأسهم محمد شريف اللي النهاردة شارك في جزء من التدريبات وجزء فيه كورة الحقيقة ويمكن ده مؤشر مهم جدا أن نحن نطمن على محمد شريف خلال مرحلة القادمة بنأمل إن شاء الله كمان غدا يأخذ جزء أكبر من التدريب ومنها إن شاء الله لنتظر قرار المسلماني والقرار الطبي لمحمد شريف أنه يكون متواجد في مباراة المصري أو يفضل النادي الأهلي راحت محمد شريف عمر السلاة بيعود من جديد بدر بنون الحقيقة بيشارك النهاردة في التدريبات وليد سليمان الكل الحمد لله بيعود لها تدريبات الجمعية الفريق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله المرحلة القادمة بإذن الله يكون كل اللعيبة جاهزة ومورات المصر إن شاء الله بإذن الله يستطيع النادي الأيحافة في الفوز ويحضر بشكل كبير جدا لها المرحلة القادمة أنت عارف زميلي أحمد خلاص يمكن في هذه اللحظات التدريب انتهى الفريق النادي الأهلي غدا يكون في نفس الموعد خمس عصرا على ملعب مختارة تيتشو ومن إن شاء الله السفر إلى الإسكندرية استعدادا لمباراة النادي المصر كابتن خطيب كان موجود نهاردة في التمرين يعني يكلمني يكلم مع الجهاز يكلم مع اللعيبة ولا حضر بس لمتابعة التمرين الحقيقة طبعا يمكن الكابتن محمود الخطيب طبعا كان معتاد بيكون متواجد في المواقف الممكن اللي بيكون طبعا محتاجة هو يكون متواجد فيها لكن أقدر أقول لك نهاردة ما وقفش مع اللعيبة في الملعب كهاته طبعا وفي منتصف الملعب على قد ما هو بس ممكن جي تابع بشكل بسيط جدا ليه التدريبات الرسالة واضحة طبعا مش محتاجة كلام كابتن محمود الخطيب الرحيل اللعيبة كلها عارفة والجهاز الفني عارف إن في حزن كبير جدا طبعا على فقد النقاط خلال المرحلة الماضية لكن النادي الأهلي لابد أنه يكون في غلقة الصفحة ولابد يكون في دوافع جديدة والمرحلة اللي جاية أتشهد إن شاء الله انتفادة كبيرة جدا للنادي الأهلي ويا رب إن شاء الله كل البطولات اللي جاية سوبر محلي سوبر أفريقي وصننا إن شاء الله من جديد لكاسة العالم مالي الأندية كل البطولات إن شاء الله يكون في دولة بطولات الندي الأهلي شريف موجود شفناه في التمرين عارف كمان أنه طبعا السلية هيكون عودة في مباراة المصري بدر بنون عارف كمان انه بيتم تجهيزه فأطمم انك شفت بدر تابعت بدر النهاردة شايف انه جاهز لمطش المصري ولا لسه ممكن يكون بقيت شوية لا يعني اقدر اقولك طبعا عمر الصلاة طبعا حصوله على سلاس انذرات انتهى عمر الصلاة بدنيا وطبيا جاهز ان شاء الله لها دي المباراة وبدر بنون الحقيقة اللي ممكن نهاردة كان بيقدي تدريب مميز مع فريق النادي الاعلي الجاهزية ان شاء الله تكون كاملة مع تدريب الغد ومنها ان شاء الله يكون جائز بكل قوة في مباراة المصري كل الحمد لله جاهز بالنسبة للغيابات اللي كانت الفترة اللي فاتت لكن بأكيد لك على جاهزية بدر بنون تحديدا ووليد سليمان يتبقى بس محمد شريف النهاردة يمكن شفناه في جزء بسيط زي ما اكدت لك زميل احمد غدا تدريبه يكون كامل يا رب ان شاء الله محمد شريف نطمن عليه بشكل كبير جدا غدا في تدريب الغد ومنها في مباراة المصري لو متواجد ان شاء الله في التشكيل للسياك عدته طبعا وقيمته الكبيرة ان شاء الله بإذن الله يقدر يصنع الفانق بالشكل الشخصي طبعا ويحرز اهداف ويمكن يستمر في سلسلة الاهداف ويساعد فريق النادي الاهلي ان شاء الله في الحصول على الثلاث نقاط بشكرك شكرا جزيلا زمان عزيز كريم احمد من داخل ندي الاهلي تعقيب سريع واحد للقائمين ومش باس بكلمة عن المسؤولين حاليين للقائمين على منظومة الكرة في مصر على مدار سنوات كتير جدا يعني الى اين وصلنا يعني هل دا كان مستهدف هل دا كان مخطط لي الحالة العشوائية اللي بتدار بيها منظومة الكرة على مستوى البطولات المحلية على مستوى المنتخبات بكافة عمرها اولمبي اول شباب حالة العشوائية اللي بتدار بيها المنظومة دي الى متى يعني لابد ان دا سؤال يسأل يعني انا بكلم انه صناعة رياضة في مصر النهاردة صناعة كبيرة جدا ومهمة جدا ودولة عندها من الإمكانيات اللي تخليها واحدة من دول قوية جدا مش بس على مستوى القارة الأفريقية على مستوى العالم كله الحقيقي أنا شايف أن مصر عندها مؤهلات أنها تكون دولة قوية جدا في رياضة كرة القدم قوية فنيا وقوية اقتصاديا عندنا قواعد جماهرية عظيمة جدا عندنا أندية صحبة شعبية وصحبة تاريخ وصحبة رصيد من البطولات كبيرة جدا هل ده المشهد اللي احنا بنشوفه المتكرر ده يصلح أنه يكون في أهم مسابقة محلية في الدول المصري هل ده جدوى المسابقة ينفع نقول عليها المسابقة الأهم على مستوى الكلام مصرية يعني بأي عقل وبأي منطق الناس اللي بتدير إيه بصمتها طب ما هو أي حد على فكرة أنا لو نزلت جبت أربعة خمسة من أي حتة وقلت لهم عملوا لي مسابقة هعملوا لي مسابقة بنفس الحل المشوهة اللي احنا عايشينها مع حضراتكم فين تطوير اللعبة فين التقنيات حتى الفار لما دخل بقى أصبح صداع أكبر من ما كانش موجود يعني زمان كنا بقول الحكم ما شافهاش الحكم بياخد قرارات ثانية فالناس نوعا ما يعني بتقدر تعدي الغلطة وممكن تقول إنها فعلا مش مقصودة لكن النهاردة لما بقى فيه تقنيات الفيديو بقى كل شيء متشاف الكرة بتتعاد مرة واثنين ولما بتاعد القرار غلط وعندي اثنين حكام في الملعب حكم ساحة وحكم فار ويبقى فيه إسرار على الغلط حالة تعنت حالة تربص أعتقد طبعا دي الحالة بتاعتم برح على هوا زي ما حضراتكم شايفينها وطبعا يعني الموضوع مش واضح مش محتاج شرح الموضوع في منطق الوضوح وأغلب حكامنا الدولين اللي سمعتهم الحقيقة قالوا إن الكرة بشكل كبير جدا تحتسب هدف لكن في النهاية ليه حالة الجدل موجودة عندي تقنيات فار ناسي بتكلم على الإخراج التليفزيوني على زواية التصوير على جودة الكاميرات وجودة الريبلي أو إعادة اللقطات إحنا عندنا حقوق رعاية وعندنا رعاية وعندنا حقوق بس تليفزيوني يعني ليه ما بيتمش الإنفاق على تطوير المنظومة الأهم واللي يخصنا إحنا كأهلي أنا هنا بتكلم على الكرة المصرية والله كلها مش بس دفعنا عن نادي الأهلي لكن غيرة كمان على الحال اللي وصلت ليه كرة المصرية على الحال اللي وصل ليه مسابقة الدوري المصري اللي بشوفها إنها تستحق تكون نمرة واحد في المنطقة حتى أقوى من دول خليج برغم إمكانيات المادية الكبيرة اللي بتتمتع بيها الأندية لكن ما عندهمش العنصر الأساسي لنجاح أي مسابقة الجمهور ده موجود عندنا هنا في مصر المواهب عندنا في مصر عندك المادة الخاملة لأنك تصنع بطولة في منطقة القوة لكن إزاي تديرها وإزاي تخطط لها ده شيء غايب اسمحولي من سنين طويلة مش من دلوقتي الأهم وفي دقيقة واحدة قبل ما نروح لفاصل الأهم من ده أنه الموسم الجاي في منتهى 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 صعوبة على لعبة النادي الأهلي وأنه عندك تلاحهم مواسم هيستمر ثلاث سنين متوالية يعني أنت بتتكلم على أنه الفرقة دي أول ما تخلص بطولة دوري لعبتها القوامل الأعظم لمنتخب مصر هنضموا المنتخب في تصفيات كاس عالم عندك كاس العرب في شهر 12 عندك كاس عالم للأندية في شهر 12 عندك كاس سوبر إفريقيا الأهلي وراجا كازابلانكا في شهر 9 عندك بطولة إفريقيا دوري أبطال عندك دوري محلي مجهول المعالم حتى اللحظة مش عارفين هيتلعب مش هيتلعب هيتلعب مجموعتين هيتلعب مجموعة واحدة هتلعب دور واحد هتلعب دورين شيء مش واضح عندك أهم أفريقيا في الكاميرون في يناير عندك كاس العالم واستعدادات وتحضيرات كاس عالم فأنت بتكلم على موسم في منتهى صعوب والأهلي لن يتنازل وجمهي النادي الأهلي لن تنازل عن طموحها المشروع جدا أنها محتاجة نفس وتحقق كل لقب تاخده في الفترة اللي جاي فأعتقد أنه النظر للمستقبل تقول أنه هذا الجيل طبعا له كل التقدير وله كل التحية وله كل الاحترام على الإنجازات العظيمة اللي اتحققت أرقام الحقيقة هتتكتب باسمه في تاريخ النادي الأهلي بحروف من نور مقدرش محدش يقدر ينكر عليهم ده لكن الجاي كمان صعب والجاي كمان محتاج استعداد بشكل خاص ومعين خليني أروح لفاصل وأرجع لحضراتكم مرة تانية في السادس ناخد حضراتكم بقى نتكلم بما النهاردة يوم العالمي أخدكم كده في جولة في الميركاتو الإيطالي وإحنا الحقيقة كنا متوقعين نوعا ما أن نسخة الكالتشو السناني تبقى مختلفة هيكون معنا جيفاني موتشا الصحفي بموقع كالتشو ميركاتو معنا طبعا من قبل الفيديو كونفرنس بداية أهلا بك على شاشة الأهلي وبرحة بك في السادسة مساء الخير لكم مساء الخير على الجميع ومساء الخير على جمهور الأهلي وقبل بداية هذا البرنامج والحديثة معكم طبعة مباراة الأهلي بالأمس أمام الجيش وأتابع الكرة الأفريقية وأقول لجمهور الأهلي لقد تعودتم دائما على المضي إلى نهاية الطريقة حسابي أن الدوري لم ينتهي ويجب على جمهور الأهلي أن يتفاعل لأن الأهلي قد حسم العديد من المباريات في النهايات أتوقع أن الأهلي قد يحدث المفاجأة والمفاجأات موجودة في كرة القدم الأهلي معروف لدينا هنا في نابولي وفي إيطاليا وأعتقد أن الأهلي قد يفعل شيئا من المستحيل في آخر البطولة الأهلي عودنا دائما أنه وفيش حاجة اسمها مستحيل وبشكرك الحقيقة وهتبر كلامك ده في بداية لقاءنا بشرة خير خليني بما أن لوجو نابولي منور في خلفيتك فخليني أبتدي بالكلام من الجنوب وعن الجنوب وأبتدي بالحديث عن نابولي كلام كتير في الفترة الأخيرة في المواسم الأخيرة طبعا على كوليبالي نجم خط دفاع نابولي وكلام كمان عن إنسيني اللي تعلق بشكل كبير جدا مع إيطاليا في يورو 2020 هل فيه جديد بالنسبة لهم هل هيبقوا مع فري نابولي ولا فيه العروض ما زالت بتتوالى عليه هناك أشياء أهمة جدا يجب أن يعلمه الجميع خاصة في نابولي كاليدو كولوبالي ولورينزو إنسيني هناك أشياء قد تحدث في نابولي أكثر من انتقال هؤلاء اللاعبين أي شيء قد يحدث إلا انتقال كاليدو كولوبالي أو لورينزو إنسيني لكن باريسان جرمان في الأيام الأخيرة قام بالتوقيع مع راموس أعتقد أن الزهاب راموس يعني أن كاليدو كولوبالي لن يذهب إلى باريسان جرمان هناك عروضة بالفعل قدمت آخر عرضي كان بـ 70 مليون يورو من أجل انتداب كاليدو كولوبالي لكن أوريليو دي لورينز رئيس النادي رفض هذا الأمر وقال أن نابولي يريد أن يقاتل على الدور الإيطالي وإذا أراد نابولي أن يقاتل على بطولة وأذهب إلى دور أبطال أوروبا لا يجب التفريط في اللاعبين الكوية أمثال كاليدو كولوبالي ولورينزو دي لورينز هذا سأقول لك أيضا أن هناك العديد من العروض الأخرى أتت إلى مارتينيز دي ريس ميرتنز البلجيكي وكولوبالي ودي لورينزو دي لورينزو لكن تم رفضها جميعا طيب خليني أسألك بداية نحن نتكلم على انتقال كثير من نجوم الدوري الإيطالي لعدد من الدوريات يعني إذا كنت أنت بتكلم على بي أس جي دلوقتي وانتدابه لسيرجي راموس فمن الدوري الإيطالي البي أس جي خد دونا روما جان لويجي دونا روما حارس مارما للميلان خد كمان أشرف حكيمي ظاهير أيمن الإنتر لوكاكو اتجه للدوري أو عاد مرة تانية للدوري الإنجليزي وتحديدا لتشيلسي إزاي بتشوف النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي الموسم الجديد بدون الكم الكبير من النجوم اللي فقدهم مركاته الإيطالية هذا العام كان مركاته خاص جدا خاصة بعد بطولة الأمم الأوروبية وشفنا ذلك الأداء الكبيرة الذي يقدمها المنتخب الإيطالي وكيف ساهم الدور الإيطالي في تصدير العديد من اللاعبين إلى الدوريات الأوروبية الأخرى بعد خروج دونا روما وخروج أشرف حكيمي وخروج لوكاكو شفنا ذلك وهذا يدل على قوة الدور الإيطالي الدور الإيطالي الأيام القادمة سيكون ساخن جدا المركاته لن ينتهي بعد هناك بعض المفاجآت لكن هذا سيؤثر لا أريد أن أقوله تأثيرا سلبيا كبيرا لكن أن تفسر لوكاكو ودون روما وأشرف حكيمي هؤلاء لعبون مهمين جدا كد يؤثروا بالسلب على الكرة الإيطالية في العام القادم لكن الكرة الإيطالية لديها العديد من المواهب والعديد من النجوم كريسانو رونالدو ديبالا لورينزيو إنسينيا أبياء هناك العديد من اللاعبين والنسقة القادمة في الدور الإيطالي ستكون نسقة قوية جدا السفقات اللي أنت ممكن تكون منتظرها أنها تتم في الفترة اللي جاية أهم السفقات أو أهم الأسماء اللي ممكن نشوفها هتظهر في الكلشو في الموسم الجديد في إيطاليا العام القادم أقول للجميع انتظروا يوفينتوس لأن يوفينتوس فريق كبير وكبير جدا ومن الصعب على اليوفي أن يفرد في الدور الإيطالي أو الدور لأبطال الأوروبا خاصة بعد انتداب لوكاتيلي وتم تدعيم السفوف ببعض اللاعبين الكبار وعودة مسيمليانو الليجري إلى اليوفي اليوفي العام القادم سيكون أكوى الفرق الإيطالية وانتظروا أيضا روما روما الذي سوف يقدم أداء كبيرة جدا مع جوزي مورينيو وهذا سأقول لكم في الأمر القادم أن الدور الإيطالي العام القادم سيكون مليئ بالمفاجئات خليه مناسبة كلامك عن اليوفي كان فيه كلام عن محاولات من إدارة يوفينتوس استعادت نجمه السابق أو نجمها السابق بيانيتش من البرسة آخر التطورات بيانيتش تم الحديثة ما عن طريق وكيل أعماله لكن اللاعب رفض العودة إلى يوفينتوس وأن يستمر في مكانه الآن ميرالين بيانيتش هناك العروض الكثيرة أكادت له لكن هو يفضل يفضل البقاء في فاروق ورفض العودة إلى اليوفي لأن اليوفي قد فرد في بيانيتش وهو لا يريد أن العودة مرة أخرى هفضل مع اليوفي وتحديدا بيانيتش من يوفينتوس رفض أن يعود مرة أخرى وهفضل مع اليوفي وروح تحديدا لواحد من أهم من جوم الدوري الإيطالي وأهم من جوم كرة في العالم كريستيانو رونالدو اللي بعض التقارير أفعدت أن وكيله عرض رونالدو بالفعل على إدارة منشستر سيتي كريستيانو رونالدو الحديث الأكبر الآن في إيطاليا وبالأخص بعد التويتر الذي كام بكتبه كارلو أنشلوتي أنه يحترم كريستيانو رونالدو ويقدر العمل الكبير الذي قدمه البرتغالي في تاريخه الكارو والرياضي ولكنه يحتاج لعبا آخر هذا جعل رونالدو غاضبا جدا من حديث كارلو أنشلوتي لكن رونالدو يابكا رونالدو خلينا أسألك كمان على واحدة من الصفقات اللي يمكن تهم عشاء الريال وتهم عشاء الميلان الإيطالي الكلام على إسكو وأنه في محوالات من إدارة الميلان لاستقدام إسكو لصفوفه في خلال المركات والصيفي قام يقدم أداء جيد جدا في المركات لأن باولو مالديني رجل لعب كرة القدم هو الآن المدير الرياضي للميلان يريد أن يعيد الميلان إلى الواجهة واجهة الرسونيري الميلان فريق بطولات ولا أحد استطيع أن ينكر ذلك الإدارة الصينية ضخت العديد من الأموال ووضعت العديد من الأموال تحت تسرب باولو مالديني إسكو تلقى عرض كبير وكبيرة جدا تم تقديمه من المدير الرياضي باولو مالديني إلى إدارة ريال مدريد ويتم دراسة العرض ومن الآيام القديمة قد يتواجد في الميلان سؤالي الأخير وأرجو منك الإجابة سريعا نجحت إيطاليا على مستوى المنتخبات طبعا في التتويج ببطولة يورو 20-20 هل تتوقع أن واحد من الأندية الإيطالية يستطيع أن يصل لمنصة التتويج على مستوى الشامبيونز ليج أو اليوروبا ليج إيطاليا قامت بتأسيس منتخب قوي جدا ولكن ذلك ليس معنى أن منتخب الإيطالي قوي أن فريق إيطالي سيفوس بدور أبطال أوروبا قد أكون فخورة بذلك وأتمنى ذلك لكن هناك حقائق فقرة القدم لا يستطيع أحد أن ينكرها الإنتر بعد التفريد في العديد من اللاعبين قد يخسر السباق على دور أبطال أوروبا إذا حافظ الإنتر على اللاعبين الذين قاموا ببيعهم كنت أقول لك أن الإنتر سيقاتل على دور أبطال أوروبا اليوفي رغم الانتدابات لكن يبقى فقط كريستانو رونالدو وديبالا لكن أقول لك أن دور أبطال أوروبا باريس سان جرمان بارشلونة ريال مدريد الصحفي جيوفاني موتشا الصحفي بموقع كالتشو مركاتو بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة على شاشة الأهلي وهنتابع النوص خديبي التأكيد من الكالتشو خلينا نتكلم أكتر على العالمي وعلى الدوريات الكبرى وعن أهم اللقاءات وعلى كالسوبر إسبانيا اللي مبارح كانت بين باير ميونيخ وبين بروسيا دورتموند هيكون كل تفاصيل معنا في السادسة بس بعد الفاصل في الوقت اللي لسا مكملين الموسم عندنا هنا العالم كله بيحتفل ببداية موسم جديد وإحنا بنحتفل معاه بنحتفل معاه بحالة بهجة حاجة حالة متعة أنا بقول له حضراتكم دايماً كل يا ناس اللي بتابعنا في السادسة بقول دايماً إن الكرة عملت للمتعة للبهجة والحالة دي بنشوفها في أوروبا بقول لدكتور وليد النهاردة إحنا في حتة تانية خالص إحنا عاشين على كوكب تاني قال لي إحنا فيه سقب أسود دخلنا فيه مش عارفين نطلع منه هنتكلم مع حضراتكم طبعاً على أهم المسابقات أو الدولات الخامس الكبرى وهنتبع كمان نهائي سوبر ألمانيا مبارح بين باير مينشن أو باير مينرخ وروسيا دورتموند بس اسمحولي أرحب بضيفي العزيز جداً علي الحقيقة دكتور وليد الحديدي اللي بشرفنا دايماً في السادسة كل يوم أربع فيه اليوم العالمي أهلاً بيك دكتور وليد أهلاً بيك أسود دعاً نور الدنيا تسلم بفتقدك من أسبوع لأسبوع والله وأنا كمان بفتقدك جداً كل السنة وانت طيب وبداية موسم يا رب تكون سعيد وواضح كده من البدايات أنه فيه جرعة أكسوجين يعني بالذات كمان حتت حالة تعودة الجماهير لمدرجات محسك أنه قد إيه الدنيا بقت مختلفة شوف هو تتحسن أن كانت الأنديا الكبيرة تحديداً يعني مجبوطة كده وعايشة في ضغط كبير وأول بقى عودة الجماهير وانطلاق الموسم الجديد مع التسهيلات اللي بقت موجودة في مسألة الحضور الجماهير اللي هو روح كرة القدم وروح الرياضة في أي حتة في العالم صحيح وفكرة لما نتكلم عن التنظيم المحلي والتنظيم العالمي هو دايماً التارجة مختلف بيننا وبينهم هم بيبصوا للكرة والرياضة طبعاً وكرة القدم هي يعني كريسل تورتة بتاعت الرياضة بيبصوا لهذا المنتج أنه منتج إمتاع ومنتج بهجة وإنترتينمنت زائد أنه كمان بيجيب فلوس وزائد أنه كمان مكان الاستثمارات والاتصال وفرص عمل وكل حاجة فهي خلطة كده على بعضها خلطة حلوة وكل بيسعى من أول بقى النقل التلفزيوني لحد الحضور الجماهيري لحد التفاصيل بتاعة التقنيات حتى اللي بتستخدم في الكورة ومحاولة تطويرها لحد القوانين واللواح اللي بتتحط لحد الفرص المتساوية لكل لحد المركات وشكله كل تفاصيل وقاعد اللعب المالي نظيف نحية القانونية والتشريعية نحية التقنية نحية الفنية البنية التحتية العوائد والاقتصاد والاستثمار تكلم في ناس بتتكلم لغة تانية هو في ترجل هو عايز يوصل لأن المنتج في الآخر أصله هيبيع إزاي غير لما يقدم لك ده في أحسن شكل ممكن مظبوط فده ترجل بره أتمنى أن يكون ده ترجل هنا لأن احنا بناخد الكورة في سكة تانية خالص غير الهدف بتاعها الأساسي وبقى عارف أنت الحملة التقيل لما أنت بتقعد أوقات كده يبقى عليك مسئولية تقيلة علشان تعديها أنت بتبقى عايز تستمتع وبتبقى عايز تشجع فريقك وتقعد تستمتع بس في الآخر الشكل النالي بيطلع بيخليك عارف حسس أن أنت بتبزل جهد أنا نسيبك من كل ده أنا نسيبك من كل ده أنا ما بطالبش بمعجزة أنا بطالب بالمبدئين أساسيين لابد أن هما يتوفروا في أي مسابقة رياضية في أي رياضة التكافؤ والعدالة تكافؤ الفرص ولا أي مسابقة في الدنيا لابد أنها تقوم على العمودين دول ما هي الأزمة أن أنت أصلا بتطالب بحاجة ده هي أساس الأساس يعني أنت ده المفروض تحت الصفر ومن أول الصفر بقى نبدأ نبدي المنتج فأنت بتتكلم في حاجة أصلا إحنا مفتقدينها بشكل كبير في الكرة المصرية وللأسف ما ينفعش نتكلم فيها النهاردة في 2021 و2022 في الوقت اللي العالم كله بيتعامل مع الكرة والرياضة بشكله طيب أدخل معك في موضوعنا عشان عندنا حاجات كتير النهاردة بس تسمح لي قبل ما ندخل هو يعتبر برضو حدث علامي أبت هلين يعني الكرة الأفريقية النهاردة بقت محطة أنظار العالم كله طبعا ولما نتكلم عن بطولة أفريقيا بالتأكيد بطولة هيتبحها العالم بطولة أفريقيا في الكاميرا والأورعة أورعة البطولة اللي أوقعت مصر في مجموعة فيها نيجيريا السودان غينيا بسعب إزاي بتشوف الأورعة وهل خدمتنا ولا طبعا دي طبعا ده ساموليت ومبارح فيه ورابح ماجر وكانوا من نجوم الكرة الأفريقية طبعا تقلقوا بشكل كبير جدا في أوروبا تفضل دكتور وليت هو طبعا لو بتتكلم إحنا للأسف كنا تصنيف تاني فبالتالي أنت كان كنت مجبر بلعا دي ناس أكرمتنا بكثفتين والله بجد دلعات تدعيلهم بارح كان لك تتفدأ الكاميرون صاحبة الأرض ومبركة تبقى صعبة الجزائر أحسن منتخب أفريقي دلوقتي السنغال برد السنغال طبعا منتخب كبير جدا تونس والمغرب دايما بقابلاتنا معهم بيكون برضو فيها لوت كبير علينا فبالتالي ناجيريا وإحنا دايما أنا برفض حتة الكعب العالي في الكرة بس إحنا بنعرف نتعامل مع ناجيريا هم منتخب أفريقي وعندهم نجوم وكل حاجة بس دايما كروتهم حلوة كده وكروتهم نظيفة وكروتهم مفتوحة فإحنا بنعرف نتعامل معهم ودايما بيبقى المكسب حتى روهر المدير الفني في تصريحات لي يعني قال لك أنا أكتر منتخب مش عايز أقابله في التصريف الثاني مصر جات له مصر المجموعة أنت عارف إحنا حتى كنا بنتكلم في اليورو اليورو كمان كان الدور الأول بتاعه بشكل كبير أشبه ب دور كده التحضيري أو دور تمهيدي للمنافسات اللي هي بتبدأ بقوة من دور الستاشر لأن أنت عندك ست مجموعات كل مجموعة بيصعد منها منتخبين أول وتن زاد أربع توالد من ست مجموعات تتالي فرص صعود الكبار بنسبة تقريبا تسعة وتسعين في المية إنا راحنا عندنا المفاجأة بسهنا نحب المفاجأات من نوع ده يعني انت عارف يا أحنا ما للاسف مفاجأتنا كان بدأت في الستاشر لما كانت في مصر لا إن شاء الله إحنا فرصنا كبيرة نتصدر المجموعة لتمنى نتصدر المجموعة عشان يبقى الطريق بتاعنا سهل ما نقابلش فرقة أولى من أصحاب المركز بس السودان مش سهلة السودان مش سهلة يعني التريو بتاع نيجيريا مصر أو مصر نيجيريا السودان هم الأعرب لأنهم يحتلوا مركز ثلاثة الأولى بس مين يكون أول مين تاني مين تالي ده اللي هجاب على إيه المتشاط طب أعتقد إن إحنا إن شاء الله عندنا فرصة لتصدر المجموعة بس عندنا مبارات نيجيريا الأولى طبعا لحظنا نياءات المباراجات المباراة الأولى هي بالنسبة لهم كمان ده حظ سيء يعني لو ركزنا إن شاء الله وقدرنا نكسب نيجيريا بإذن الله هنتصدر المجموعة يعني التعادل ممكن يخلينا نتصدر بفرح الأهداف بالضبط بالضبط بس إن شاء الله نلعب عليك نفوز إحنا عندنا يعني منتخب مصر عنده أوراق منتخب مصر الاسكواد بتاعه القو طب سيبك من المجموعات مصر ممكن تروح لبايد في بطولة أفريقيا بص منطقيا بحسابات قرط القدم في منتخبات حالية بمصر زي ما بتحب إيطاليا دكتورولي يعني أوه أوه إيطاليا شوف ما كانش عندها أو ما كانش يعني الرهان عليها كبير لأنه كان منتخب لسه بيوعد طب مثلا الرهان مش علينا كبير برضو يبقى نكسب إن شاء الله إن شاء الله لا هو فيه منتخبات بحسابات القرى طبعا في قمة مستوى حالية منتخب الجزائر في قمة مستوى حالية منتخب المغرب عامل مشوار كويس في السنين الأخرانية وعنده سكواد قوي عندك منتخب زي منتخب الكاميرون على أرضه مؤكد هيكون منتخب شارس السنغيل لسه طبعا بتحتفظ بكل قوها فبالتالي دي منتخبات مرشحة ومعاهم منتخب مصر متقداشر استبعد منتخب فيه محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي منتخب يعني في كل خطوطه ومصطفى محمد ومحمد شريف قدامه وافشة يعني أنت عندك في كل المراكز طريق حامد فوسط الملعب عندك في كل المراكز والنني يعني أنا لو عدت أنت عندك في كل مركز فيه الأساسي والبديل وفي الدفاع فيه طبعا حجازي فيه أيمن أشرف فيه الوينش عندك في كل الخطوط لعيبة كويسة أتمنى أن نحن نكون بدنيا لأنه كمان الموسم ده موسم مضغوط جدا الموسم اللي جاي هيبقى مضغوط جدا فأتمنى إن شاء الله اللعبة دي مش شافتش النور آه طبعا يعني دي مش جاد كان لفعونهم آه اللعيبة تم كمان بالذات لعابة الأهلي اللعابة الأهلي أكيد لأنه كان أكتر مشاركة الموسم ده جدا جدا يعني أنت بتكلم في عشر شهور هتبقى راجعة من منديال الأنديا تمان مجموعة الأهلي هيكون في مجموعة اللعيبة في منديال الأنديا في شهر 12 وكاس عرب هيبقى في مجموعة أخير من المجموعة وكاس عالم الياباني وبالمناسبة اتحاد الكرة الياباني يقول الجمهورنا دي أهلي يحدد موعيد انطلاق النسخة الجديدة من كاس عالم أنديا إن شاء الله بإذن اللي أول مطش هيبقى يوم 9 ديسمبر والمباراة النهائية هتبقى يوم 19 ديسمبر آه يعني أنت بتكلم في حوالي أسبوعين مثلا أو ثلاث أسابيع قبل انطلاق البطولة فضغط كبير جدا أتمنى يعني اللعيبة بقى ربنا هيكون فاولنا فنلغي الدوري السنة الجاية ولا إيه ولا نعمل إيه فعلا دوري هيكون مضغوط جدا فعلا وإطال وإنت مجبر تخلصوا بدر عشان كاس العالم كمان في 2022 صحيح طيب نروح لكاس سوبر ألمانيا العملاقين دايما يعني أنا بسوفهم قط باي الكرة الألمانية إنجاز التعبير بروسيا دورتموند وباير مينيخ طبعا دي لعطات مبارات المبارح اللي انتهت لصالح البايرن بيبن دافس خطيئ خطيئ مش عارف أنا حلو إزاي الرجل ده مش ممكن مهاجم يعني ما تيجي تدرس للولادة الصغيرة كيف هيكون المهاجم داخل منطقة الجزاء إزاي بتحرك إزاي بيلعب براسه إزاي بيلعب برجله السهل الممتنع بص لتفويتة دي هو طبعا بص دامولر طبعا الهدف التاني آه طبعا باير مينيخ لسه بيحتفظ بتقريبا نفس التشكيلة بتاعته يمكن بس بإضافة اسم جديد مميز اللي هو أوبا ميكانو في قلب الدفاع ودي إضافها مش قليلة ده طبعا الهدف خد بالك كان فيه ديو تاني شغال في المباراة هالند ليفندوسكي آه طبعا يعني زي ما كان فيه بارسا وريال رونالدو وميسي فيه هنا ليفندوسكي آه ما هو ده ده السناء اللي عليه العيد آه والحقيقة هالند انطلاقته مع الدورتموند في الدورة الألماني السندي برضو خد انطلاق عظيمة جدا آه هو دايما حاضر الحقيقة في المعادة الجندة كمان حلوة آه مارك ورايس أنا شايف إنه اللي عيدة تظلم صراحة هو اللي عيدة كان يستحق يعني استحق يكون في حتة تانية خالص أنا شايفهم العظماء بصده حد عمله عمل ودفنه في مكان ما آه لأنه فعلا مارك رويس من سنين وهو الكلاس بتاعه يحطه مثلا في بارسا وريال مادريد صحيح ودايما هو كان قريب إنه يروح طوب ايه في بارسا وريال مادريد أو حتى نرجع بس باللقطات تانية أنا عايز نرجع باللقطات بالريبلاي اللقطات اللي عادت بالتصوير البطيء آه نشوف مدى جودت يعني أنا مش عايز أقارن لأن المقارنة هتبقى ظالمة جدا يعني لو نشوف بس مش بالسلو موشن نشوف الاعادة ونشوف درجة وضوح الصورة إحنا شننطلب بحاجة عبقرية حننطلب بحاجة بسيطة جدا وسهلة جدا نشوف زواية تصوير عدد الكاميرات داخل المتشاط داخل المباريات على أرض الملعب نشوف كواليتي الصورة عامل إزاي مدى وضوح الاعادة إحنا عندنا كأن المواتش بتلاعب في استاذ ظالمة إنت عارفي المشكلة إيه؟ المشكلة إن انت عندك الإمكانيات إحنا دولة إمكانياتها عظيمة جدا وده ظهر لما بننظم بطولة زي الأمم الإفريقية كان عندنا نقل أوروبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء بالنسبة لعدد الكاميرات أو بالنسبة لجودة أو الكواليتي بتاع النقل التلفزيوني نفسه جودة الإخراج وكان عندنا مخرجين ومصورين مصريين وأجانب وخدنا خبرات منهم خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة فبالتالي إنت عندك الإمكانيات لماذا لا تستغل هذه الإمكانيات ونطلع المنتج بالشكل ده على القل اللي طلعناه في كاس أمم إفريقيا يا مطولة الدوري ما بتكسبش يا دكتور وليد لا يعني لو الإجابة ما بتكسبش تبقى مصيبة ولو الإجابة بتكسب يبقى المصيبة أكبر يعني طبعا لازم تكون بتكسب لأن إنت عندك رعاة على مستوى عالي وواسع موجودين وبيحطوا فلوس في الدوري المصري الترجمة الده على المطولة إيه؟ ما هو ده بقى إحنا ده اللي محتاجين له تفسير وخلي بالك إنت لما تصرف يعرف إنت لما بتبني حتى مصنع أو مشروع إنت بتحط شوية فلوس في الأول عشان في الآخر تطلع منتج تعرف تبيعه فتجيب مكسب يغطي لك المصاريف إنت لو طلعت المنتج زي ده إنت تقدر ما إحنا يا جماعة أنا لسه بقول في 2019 من سنتين كان عندنا نقل زي ده نقل على أعلى مستوى طولة الأمم الأسقائية مباريات مصر وكلغة في تصفيات كاس العالم ومباريات مصر في تصفيات كاس العالم بتطلع بأعلى مستوى فلماذا لا نستغل هذه الإمكانيات؟ أنا نفسي أفهم بجد والله أنا لحد بالوقت مش لاقي أي تفسير كلنا دكتوري طبعا لحظات التكليج مباريات نا جمع طبعا المدرب الشاب الواعد اللي كلنا كنا معجبين بتجربته مع لايبسيك واللي كلنا كنا منبهرين بشخصيته وأداءه رغم صغر سنه قادم طبعا يعني قادم بطوة أكيد والعين بتاع والبيرن كمان أنا بنقول في نفس الوقت نفس الكلام في تواصل زيني لا إدارة بيرن الحقيقة من الإدارات اللي بتعرف تختار كويس اللي بتعرف تحط عنها وتنتقل مواهب بشكل يتدرس يعني دايما أنا بقول بيرن ميونيخ إدارة تقعد كده تدرسها وتعمل عليها ماجستير ودكتورة عشان تشوف إزاي تنجح بأقل الإمكانيات وتحقق أعلى المكاسب برضو بأقل الإمكانيات ناجلزمان أولا طبعا سن صغير يسمح له إنه يكون عنده مشوار تدريب محترم راح بيرن ميونيخ لإنه يستحق ده لإنه قدم تجربة عظيمة مع لايفز سواء في الدوري الألماني في البطولة المحلية أو في دوري أبطال أوروبا رغم صغر سنه إلا إنه عنده الشخصية اللي تقدر تخليها تحكم في أي عدد من النجوم ما فيش أي مشكلة عنده دعم كدير من الإدارة والجماهير أنا متوقع له يحقق نجاح كبير جدا أنا متوقع بأواحد من أبرز الأسماء في تاريخ التدريب في تاريخ خرط القدم لإنه فعلا بادئ زي جوار تيو لما كان عامل في بداياته زي جوزي مورينيو معامل في بداياته اللي هو من بدر قوي بيديك كده زي جريل كارد إننا جاي إننا عندي الإمتانية سنهار ده يحسب لألمانيا إنه لو بتختار أفضل عشر أسماء في عالم التدريب في العالم هتحط تلاتة أتليست من ألمانيا هسمع رأيك في ده بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور وليد حديث بفارغ الصبر مستني الحقيقة النسخة دي من البريمير ليج أنا بس قبل ما أدخل في البريمير ليج وانطلقتها وطبعا نتابع النجمنا المصريين في ملاعب إنجلترا كنتم بتكلم مع دكتور وليد لو النهاردة بنتكلم على أهم عشر أسماء في عالم التدريب في السحارة المستديرة لابد إنك إنت هتحط التلاتة أوربع أسماء منهم من ألمانيا وانت مغمط فعني رأيك وخصوصاً ده ما كانش متعرف عليه يعني مدربين الألمان ما كانوش دايماً من السيفيهات أو الناس اللي تقيله في عالم التدريب دكتور وليد ده حي أولاً زي ما كنا بنتكلم حتى قبل الهوى يعني من حوالي عشر خمستاشر سنة مثلاً لو كنت بتجيب أحسن عشر مدربين في العالم كان صعب أو تحط فيهم اسم من ألمانيا كنتش هتلاقي حتى اللي كان نجح في ألمانيا تلاقي نجح مع قرار نميونخ بس أوتمر هيتسفيلد مثلاً لكن كنت تلاقي من إنجلترا مثلاً أو في الدورة الإنجليزية أرزين فيجار فرنسي مع عليكس فيرفسون سكوتلاندي بدافش تغال في إنجلترا كنت تلاقي طلاينا كتير بقى فابيو كابيلو لبي غيرو أنشلوتي طبعاً كنت تلاقي جوزي مورينيو وقتها كنت هتلاقي كمان بعدهم بيب جوارديولا ظهر أدل بوسكي كان وقتها برضو مسيطر يعني كل الأسماء تلاقيهم أسبانيا فرنسا وشوية إيطاليا وإنجلترا شوية أو في الدورة الإنجليز الألمان كانوا بعيد جداً أنت تحس أن فيه شيء ما برضو حصل كده زي ما كنت تقولك أنهم عملوا فصلة تقوية للمدربين اشتغلوا صح زي ما اشتغلوا في الناشئين زي ما اشتغلوا وبقى المنتخب الألماني دايماً منتخبات ألمانيا للناشئين بتلاقيه بتنافس في البطولات وبتطلع أسماء برضو اشتغلوا لأن كل مدرب تقلق فيه أو كل مدرب ألماني بدأ يعمل اسم متقلق أو بدأ شغل منه هو صغير يورجين كلوب بدأ شغل من بدر قوي مع ماينز هو صغير طبعاً ناجل زي ما كنا بنتكلم عنه بدأ شغل كمان منه هو في العشرينات طبعاً واحد من أزغر مدربين طبعاً ده أبو المناسبة يورجين كلوب لأنه الناس ممكن ما تعرفوش من غير النظارة الناس عاودت عليه دائماً بالنظارة طبعاً طبعاً أنا الآن من غير النظارة أنا أحسس أن العفقرية كلها طبعاً حتى بص حتى الكوميكس أو الرسمات التعبيرية لما خد مثلاً الدوري الإنجليزي أو خد شامبزلي يعني بيحطوا الكاس كده وحاليه النظارة بتاعته عارفك أنها كان تريد مارك صحيح فهو شكله مستغرابه وحتى ناجز من هنا اللي ظهر في صورة مدرب هنزفليك طبعاً حسنه لسه في النشئين آه بصدر اللاعب هو كده اللاعب طلع يقوله ما في المتابس هنزفليك طبعاً هنزفليك طبعاً هنزفليك طبعاً بيلحقونهم زميلنا في الإخراج ويعني هنزفليك واحد عامل موسم أسطوري واحد خاء واخد سوداسية وكمان جاي بعد نيكو كوفاتش اللي هو فريق منهول زي بص الزبط توماس دخل أنت تحس أن الألمان دول بيعرفوا سكة النجاح إزاي يعني هو بيبقى عنده مقومات النجاح وبيعرف استخرج أفضل حاجة من كل حد لأن هنزفليك زي تجربة توماس دخل مع تشيلسي هنزفليك جاء على فريق شيبة ومنهار بايرن ومينك بعد نيكو كوفاتش راح خد سوداسية ست بطولات وتجربة كلوب ودورت موند في الأول لا بكامع ترجبة الألمان خارج حدود ألمان يعني ناجلس من مع البايرن طبيعي أن البايرن يوفق فيه أندية بتوفر للمدين الفانيين يعني خطة النجاح أنك أنت تنجح معاه ده أمر سهل وأن أنت بي عندك أحسن تشكيلة في الدول لكن لما تروح أنت من ألمانيا تروح تدرى فريق زي ليفر بول وهو بعيد بقاله سنين جدا أعمل فرقة اللي لديها تاريخه بطولاتها بس بعيد وبينافس لما تخل يروح فرقة زي تشيلسي في نفس الموسم اللي هو هفاس فيه بدور الأبطال كتفرقة مرتدي الموسم كأسوة ما يكون مع فرانك لابفر وتعمل معهم الشفت ده ده يقول أنك عندك ناس سينيه هو ده بالضبط هو ده اللي خليك تحط المدربين الألمان في هذا الكلاس ليه؟ لأن المدرب الألماني اللي نجح جوه ألمانيا يعني جوزي مورينيو لما أخذت مع بورتو الشامبز دي أضحى أنه مدرب كبير بس ما تقدرش تحكم عليه بقى وتحطه ضمن الأساطير لما راح خذت شامبز ديك مع انتر مي لما راح تشيلسي وقصر الدنيا معاه ساعتها ممكن تحطه في هذا المستوى فالمدربين الألمان لأنهم نجحوا وظهروا وتألقوا جوه ألمانيا بدأوا يخرجوا بره وبدأ إثبات تألقهم ده وبالتالي لازم تحط دلوقتي لو بتحط مدارس تدريبية في العالم لازم تحط في المركز الأول دلوقتي ألمانيا وعلى الأقل الأول مناصفة فدي تجربة برضو تستحق الدراسة الواحدة دوري الإنجليز بمير ليج الدوري الأقوى اللي يعني لو أنت تتفق معي على مستوى العالم النسخة دي تبدو أنها أكثر سخونة أكثر إثارة كتير من الفرق دعمت صفوفها قبل في الميركات وبشكل محترم في مقدمتها المان يونيتد عمل صفقتين أنا بشوف أنهم هيفرقوا معا كتير خصوصا أنه كان في بوادر من الموسم الأخير أنه عايز يرجع عايز يقدم نسخة منشستن يونيتد بتاعت أليكس فيركسن بكلم على بقى جيل كانتونة وبول سكولز وراين جيكز سول شاير نفسه صحيح برضو من الأندر ريتد البول سكولز ده من اللاعب الأندر ريتد اللي لما يتحط تشكينات تاريخية دائما بيتنسي مش عارف ليه مع أنه واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ فران طبعا قدامنا واحدة من الصفقات المهمة جدا في الدورة الإنجليزية كله مش بس وسانشو أنا بشوف سانشو الحقيقة لعيك بخطير جدا إضافة عظيمة طبعا رأيك في اطلاقة الدورة الإنجليزية وتوقعاتك لشكل منافسة في النسخة شوف هو واضح أن كل الكبار واخدينها جدا قوي المركات قادرة الإمكان طبعا أكيد كورونا أثر وفكرة الفلوس وكده أثرت بشكل ما لكن كله حاول يعمل أفضل حاجة ممكنة وكله ياخد الأمور أنت بتتكلم في جولة يعني تقريبا فاشت عدولية كل الناس بتسعى للمكسب وكل الناس جاي بقوا خصوصا الكبار لأن السنة دي الموسم ده محدش من الأندية المرشحة بنتكلم عن ستة كبار في إنجلترا يمكن بتكلم عن خمسة دلوقتي إذا كان أرسنال خط خط والورة شوية فبتتكلم عن مجموعة أندية مش هتسمح بأي مفاجآت وفقا للتشكيلات ووفقا للسكواد ووفقا للتحضيرات وللمركات وكل حاجة أقدر أقولك إن إحنا عندنا أربع أندية أو تلات أندية يعني هيكون بينها المنافسة نظرية وهي طبعا بتتكلم عن منشستر ينايتد تشيلسي منشستر سيتي رغم هزيمة منشستر سيتي لا مش بالترتيب ومقدر شراءت بصعب ليفربول عنده مشكلة عنده مشكلة إنه كان محتاج تدعيم أفضل من كده في المركب هو طبعا جاب إبراهيمة كوناتي وده قلب إدفاع واعد جدا وده مركز كان عنده فيه مشكلة ليفربول لكن كمان ليفربول عنده مشكلة في وسط الملعب إحنا شفنا وسط الملعب قدام نورويتش في المباراة الأولى يحط جيمس ميلنر وميلنر أصلا ما كانش لعب أساسي ليه ما فكروش رجع كوتينيو يعني أنا كنت شايف إنه الوقت ده مناسب جدا والأزمة اللي بيمر بيها البارسة وكوتينيو اللي مش لقي نفسه في الدوري الأسباني ولا في الدوري الألماني كنت شايف إنها صفقة يعني وين وين سيتيشن زي ما بيقولوا كوتينيو هيستفيد والليفربول هيستفيد وبرشلون هيستفيد محدش ليه فكر في حاجة زي كده لأن فلسفة لها بيورجين كلوب مش هتناسب كوتينيو دلوقت كوتينيو لما كان موجود وكان معه مثلا لويس سوارز يعني كان شكل أداء ليفربول مناسب لكوتينيو طريقة الأداء لما كان بيلعب بتلاتة تحت راس الحرب دلوقت الأربعة تلاتة تلاتة ممكن جدا ما تلاقيش مكان لكوتينيو فيها لأنه مش هيقدي جناح زي صلاح وزي ساديو ماني مش هيلعب جناح زيهم وفكرة إنه يلعب رقم عشرة أو يبقى لاعب من لعبي رقم عشرة طبع طبع بس ساعتها أنت هو يورجين كلوب بيلعب أربعة تلاتة تلاتة فساعتها تستغنى عن واحد من السلاسي اللي المفروض يعملوا لك أداء دفاعي وكمان يؤدي هجومي وهو كده كده عنده فينالدوم خلاص باي باي ما هو فينالدوم كان بيدافع كويس آه كان بيكمل بس بيدافع كويس كوتينيو مش هيدافع فأنت هتبقى بتلعب بطريقة أقرب لأربعة تنين تلاتة واحد دي مش فلسفة يورجين كلوب ولو حط زي ما قلت لك كوتينيو لعب تالت في وسط الملعب يبقى كده بيخسر لعب دفاعه هتعمل له مشاكل دفاعية فهي دي بس هي يعني هي الفلسفة الفنية مش مناسبة كتير حد يبع عنده فان دايك ويحتاج لعيبة في نص الملعب تدفع يعني ربنا يحميه والله يكمل بقى السيزم من دي المشاكل طبعا فكريت كمان أنه ما لعبش اليورو ده كان كرار زكي منه لأنه كان هتأثر بدنيا جدا هو الراجل مركز جدا أنه يبدأ الموسم هو في أتم وهو كان ظهر الحقيقة في المواراة الأولى بشكل قويس تراعنا على تشيلسي الموسم النسخة دي؟ لازم يعني تشيلسي أولا قدم أفضل نسخة ممكنة مع ختام الموسم الماضي توجها بفوز مستحق بدور الأطفال زائد كمان بيعمل إضافات وبيجيب له كاكو وهذا المهاجم العظيم لأن كان فيه مشكلة عند تشيلسي أنه دايما اللمسة الأخيرة إلى حد ما عندك تيمو فيرنر بيتحرك قويس ويفتح مساعده كل حاجة بس عنده الطاطش الأكيد فيه مشكلة فلما تحط لوكاكو على المجموعة دي بقى وتحطيه ميسون ماونت وتحطيه هاورس وتحطيه بولي سيتش وتحطيه لحاكيم زياش كمل زيت طبعا كانتي وكوفا زيتش وشونشينيو لا أنت بتتكلم وطبعا لسه أسبلي كويتا في عز مستوى تشالوبا اللي طلع لنا ده وحاجة عظيمة جدا يعني لا الفرقة طبعا من دي الحارس لإضافة الكبيرة بعد أخطاء كيبة فلا أنت عندك تشكيلة متكاملة كمان اتقود بوجود لوكاكو فلازم يكون مرشح لأنه عنده ثبات الفريق تحس أنه خلاص الهارموني بتاعه كله فيهم بعضه استوعبه 3-4-3 أو 3-5-2 بتاعة توماس توخل فالفريق جاهز لأنه يكسب أي بطولة يدخل فيها فطبعا لازم تحطه من ضمنه مرشحين ومنشستر سيتي كمان لازم تحطه رغب الهزيمة في منتوتنهم يستحق الهزيمة من وجه التنظرك؟ لا هو طبعا عمل مباراة بيقول خلي بالك معظم المباراة حتى المستيزون اللي فات المانشستر سيتي ويقى فيها كان بيبقى منشستر سيتي هو الأفضل بس دايما منشستر سيتي محتاج رأس حرب أنا شايف أنه مع مين أقرب ومين تتوقع وعشان كده هو الحد دلوقتي هاريكين لسه ملاحة مفتولة تسمعت موضوع أن رونالدو وكيل أعمال رونالدو عرض اسم رونالدو على دارة منشستر سيتي؟ ده حقيقي ده يقال طبعا دي تسريبات في الصحافة وزي ما رونالدو يعني كلم كده شرينجيتو أصحابه في البرنامج الإسباني الشهيد لأنه هو كمان علاقته بيهم كويسة وقال لهم يعني إرموا خبر أن أنا في كلام ممكن من ريال مدريد ورجع رونالدو نفسه قال لما أنشلوتي قال مش عايزة قال أنشلوتي قال مش عايزة وطلع رونالدو طبعا نافع الموضوع ده بس رونالدو زاكي وعنده فكرة الماركت هو عارف أن فكرة عودته الريال مدريد صفر في المايد أنا أتكلم على السيتي ليه؟ أنا أتكلم على السيتي أنه رونالدو إكس يونيتد وانت عارف السيتي واليونيتد ولا يفرمها لأن خلص هم واحد زي كريستانو رونالدو عدى يعني القصة للمرحلة دي عدى المرحلة دي لا ما فيش أي مشكلة ما فيش ألعب لفرقتي اللي ابتدت فيها ما فيش الكلام ده وأعتقد أن وارد جداً هو كده كده قد يكون هذا هو الموسم الأخير لكريستانو رونالدو مع يوفانتوس لما يخلص خلصه هيبقى فري من الموسم الجاي وانت عارف السيتي هيبقى بي أجي هو دول بيت شي صعب ليه؟ لأن الموضوع هيبقى صعب على رونالدو نفسه وعلى ميسي اه احنا نتمنى احنا شوفنا ميسي مع راموس بياخدوا بعضه بالحضن وبيهزروا مع بعضه مش خير وبيتخانوا بعض في اللا لا ده بيقول له تعالى عد عندي في الفيلا لحد ما نشوف لك بيت عارف انت جاءوا الأفلام العربي القديم ده اي انت صاحب من نصل لبعضه في الغربة يعني تحس ان هم كانوا ما شاء الله علي لكن الموضوع مش علاقة إنسانية بقدر ما هو موضوع مختلف تماماً في التسويق والماركتنج وفكرة الأفضلية في الملعب لأن حتى النهاردة كريستانو رونالدو بيحارب عشان ياخد بالوندور يكون هو السوبرستار الواحد في العالم وميسي بيشتغل على نفس هذا الأساس هيبقى فيه مشاكل في الدربات الجزاء في الدربات الحرة في فكرة أصلاً التهديف فكرة صناعة الأهداف مين هينجم مين بين ميسي ونيمار وكان حاصل قبل كده في بارسا بين ميسي ونيمار ويبدو كمان إنه حاصل بين ميسي وإمبابي اللي عنده رغبة في أنه هو يروح الريال بس أنا لازم أروح لفاصل وأرجع أكمل معاك شوية لأنه مخلصش دوري انجليزي عندي على ميسي تفهم كبيرة جداً على الأرسنال وعايز أتكلم معاك في رأس حربة من سيتي اللي أنت تتوقع أن يكون الصفقة الأفضل والأنسب لمن سيتي بس بعد فاصل السريع الجديد يلا بي إذا لم يكن هاريكاني ولم يكن كريستيان رونالدو فمن يكون مهاجم السيتي المنتظر دكتور وليد مرة تانية أهلا وسهلا بحضرتك شايف مين الأقرب وهل من الممكن أنه يكون فيه فرصة للسيتي أنه يعقد صفقة من العارة التقيل ولا تقترح أو ترى أنه من الأفضل لأنه يكامل السيزن بنفس السكوات الموجود معاك طبعاً هو جوارديولا من المدربين اللي ما بتحبش تعتمد أولاً رأس الحربة صريحاً لأرقم ونجح محلياً وحتى أوروبياً وصل لفاقات تعتبر ما كانش معاه مهاجم برضو صريحاً ما كانش فيه استغلال كبير لجابريل جيسوس وحتى سيرجيو أجويرو هو حتى لما بيلعب سيرجيو أجويرو برضو عنده أفقار أنه بيتحرك وكده فمش هو المهاجم الكلاسيكي اللي نعرفه كان من نجوم السيزن اللي فات بس هو كان عنده رغبة في النوع ينتظر هاري كين وبالتالي يبدو أنه فكره كان أنه يعتمد على مهاجم يعني هجيلة لأن إذا أنت بتتكلم مين اللي احنا نقترحه يكون مهاجم منشستر سيتي هو أكيد جوارديولا يعني حط إيده أنه محتاج رأس حرب بس هو في نفس الوقت هاري كين السيزن اللي فات قدم نسخة مختلفة عن هاري كين بتاع المواسم اللي قبل كده لأن المواسم اللي قبل كده كان هاري كين أقرب لرقم 9 كلاسيكي دايما متواجد جوا منطقة الجزاء ودايما هو المحطة الأخيرة ما قبل الهدف ويعني فكرة أنه لعب صانع ألعاب أو بيتحرك كتير ده ما كانش موجود خلينا نقول أن برضو جوزي مورينيو لما جاي كان عنده تطش وده تطش إيجابي عمله على مستوى هاري كين وعلى طريقة لعب هاري كين اللي خلاه يشكل مع هونج مينسون سنائية مختلفة تماماً خلت هاري كين أكتر واحد أو أكتر لعب صانع هدف الدورة الإنجليزي سيروزي اللي فات غير إنه كمان الهدف فبالتالي قدم نسخة مختلفة لهاري كين وهذه النسخة هي اللي تناسب منشستر سيتي جوارديولا وبالتالي إدارة منشستر سيتي برغبة جوارديولا ما عندهاش أي نية أنها تتعاقد مع مهاجم تاني بخلاف هاري كين طريقة اللي لعب بها جوارديولا في أخر ماتشلي يعني في أول ماتشات الدوري مع توتنام الإنجليزي هو طبعاً يعني أنت بتتكلم هوط عن طريقة أقرب يعني لكل خط فيه ثلاث لعبين لكن هو كان بيعتمد على فيران توريس مثلاً اللي هو جناح أصلاً كان بيعتمد عليه بشكل كبير كلاعب مهاجم هو بكانش عنده مهاجم فهو محتاج مهاجم يفيده في التحركات جوة منطقة الجزاء ويستغله كمانه نتحرك لبرة ويفتح للأجناح لأنه عنده جريليتش وعنده دي بروين وعنده رياض محرز وعنده يوان مش هولن لا هلن تتكلم على حد زي هاري كين لو تارو مارتينيز مثلاً ممكن جداً ممكن جداً لو تارو مارتينيز يفيد سيت لكن هو عندهم تارجت وهدف محدد هو هاري كين هو شايف أن هاري كين هو الورقة الناقصة في تشكيلة منشستر سيتي لأنه بيبص على تشامبيوزيج وأعتقد أنه هما هيسعب بكل ما تحمله كرمى النهاردة هاري كين بيتخلف عن بعثة توتنهام اللي عندها مطشف دور المؤتمر الأوروبي كافش هو هو خد وعد هو خد وعد من دانيا الليفي وبالتالي هو متمسك به وأعتقد أنه قد تنتهي الصفقة قبل نهاية أغسطس هنشوف طيب سريعاً جداً عشان قفل دور الإنجليزي وروح لأسباني أرسنال لعم تستفهام يعني أرسنال ده كان في يوم الأيام نسخة يعني من أقوى عن دهت إنجلترا النسخة دائماً بتنافس النسخة دائماً بتحقق ألقاب تراجع شديد جداً في آخر سنوات أرسنال فينجر وبعدها يبدو أنه أرسنال مش عارف يلاقي هويته شايف النسخة دي من أرسنال إيه شايف قدرته على المنافسة والتعاجد في الدور الإنجليزي السندي يعني أنت بتتكلم عن فريق عنده مشاكل إدارية كبيرة جداً إدارة أرسنال الحقيقة يعني أسوأ أداء ممكن لأي إقدارة نادي بتعمله إقدارة أرسنال في السنين الأخيرة ما فيش تدائمات على المستوى فكرة اختيار المدير فن أرتيتا مدير فن واعد بس ممكن ما يكونش هو كان الإسم المناسب لفريق في حالة أرسنال يعني أرتيتا عنده مدرب عنده فكر لكن كان لازم أرسنال محتاج مدير فني عنده خبرات يقدر ينتجل الفريق من الحالة دي يقدر بشخصيته يجمع اللعيبة ويختار أفضل حد في المركاته بأرقص الأسعار بما أن أرسنال ما بيحطش فلوس في المركاته وحتى السفاتات أرسنال كان طول عمره بيكسب من اللعبته بشكل جيد وبيعرف يختار كويس لكن دلوقتي مثلا لما بيجيب بيبي بمبلغ كبير ما ينجحش أوباميانج نجح فترة أو سيزون وبعد كده ما تقلقش فلا أرسنال عنده مشاكل إدارية كبيرة جدا عنده مشاكل فنية كبيرة جدا كونتي ممكن يكون حل؟ أكيد كونتي ممكن يكون حل مهم بس كونتي من المدربين اللي عايزين إدارة يعني تنصاع لرغباته ومش هيلاقي ده بشكل كبير في أرسنال دايما كنتي معترض دايما كنتي عنده متطلبات وهو مدرب كبير طبعا وبيعرف ينقذ الفرق لما يروح إنتر في حالة إنتر اللي كان عليها وياخد بيه كالتشو ده مدرب كبير وعمل نفس الشيء في إنجلترا طبعا مع تشيلسي وطبعا قبل كده مع يوفينتس كمان وحتى مع منطقب إيطاليا مدير فني عظيم لكن التشكيلة الحالية سكوادي أرسنال ما تسمحش لأي مدرب بالنجاح طيب اللقطات اللافتت نظرك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي هو طبعا كان التقلق اللافت لبعض الأسماء ولي على رسوله محمد صلاح لأن محمد صلاح مستمر ما شاء الله عليه للموسم الخامس على التوالي إن لعب يحرز ينطلق بالموسم مع النادي بتاعه بهذا التركيز وهذا التقلق لخامس سنة على التوالي اللعب الوحيد في تاريخ البريمير ريجي اللي بيسجل في خمس مباريات افتتاحية طبعا مع ليفر بول محمد صلاح ما بيكتفيش بس الحقيقة بإننا شايفين هو ما شاء الله حتى اللقطة جايب يشوف التكوين العضلي وشوف الفورما اللي عليها محمد صلاح اللي تخليك تبقى متأكد وده حاجة خلاص مفروغ منها إن أنت بتتكلم عن لعب يعني قمة الاحترافية في كل شيء فمحمد صلاح لما ينطلق باتنين أسيس وهدف يحرزه وهذا المستوى والحقيقة يرجن كلوب من قبل بداية الموسم لمح وقال إنه مبسوط ومرتاح لأن ده أكتر موسم محمد صلاح ونجوم وسادي وماني خادوا فيه راحة سلبية وقدروا يعني يستعدوا للموسم يجريك كويس وبالتالي هو متفائل دي أرقام صلاح في مطش ليفر بول ونورد سيتي أرقام عظيمة طبعا يعني بتتكلم فيه طبعا 93 دقيقة ولاية بكل المباراة أحرز هدف وصنع هدفين بداية رائعة يعني صنع خمس أهداف مع الهدفين متلاف الهدفين عنده 24 تمريرة منهم 19 سيحة بنسبة 79% وصوب خمس تصويبات على المرمى وده عدد محترم جدا منهم 3 تصويبات بين الثلاث خشبات وبالتالي بدء مركز صلاح بدء مركز وإحنا كنا بدأنا بقرأة أمم إفريقيا وأكيد يورجن كلوب إيده على قلبه دلوقتي يقعد في استني الشهر الأسود بالنسبة له طبعا اللي هو شهر يناير وفبراير اللي هيفقد فيه أهم نجمين عنده ساد يوماني محمد صلاح ودي بتبقى مشكلة دايما خصوصا في إنجلترا في الدورة الإنجليز لأن النجوم الأفارقة هناك يعني سابتين نفسه ومظاهرين بشكل كويس ودايما الأمم الإفريقية بتعمل لهم مشاكل في إنجلترا فأكيد هو قاعد يعني ومترقب وبيقول يا رب يعني الفترة دي تعدى على خير بوجبة مع اليونايتين السنة دي مختلف؟ من نهاية السيزن اللي فات وفي اليورو وبداية الموسم ده بوجبة مختلف لأنه بوجبة من اللاعبين هو مش هوائي لكن مودي بوجبة لو نفسيا مستريح بيقدم أحسن حاجة في كل حاجة لأنه عنده إمكانيات بالفعل إمكانيات رهيبة يعني لما لعب يصنع أربع أهداف في مباراة ومباراة مش قليلة ليدز برضو نادي قرويا نادي متعب قرويا فإنه يعمل ده وباليمين وبالشمال بيصنع رؤية عظيمة جدا فرص على المارمى دايما أنا شايف أن من ساعة انضمام برونو فرناندس نتكلم عن الأرقام الأول طيب فضل ده بوجبة طبعا لعب خمسة وسبعين ديئة أربع صنع أربع هدف خمسة وسبعين ديئة يعني حاجة عظيمة جدا كل تقريبا أقل من عشرين ديئة هدف آه يعني حاجة حلوة قوي يعني بالنسبة الليها بكورة واللها بوسط يعني نفس نسبة نجاح صلاح في التمريرات تسعة سعوين في المئة لأنه مرر ستة تلاتة وتلاتين تمريرة منهم ستة عشرين صحيحة وعمل أربع تمريرات بينية أو صناعة فرص أربع تمريرات صحيحة اللي هم جمعون أربع أربع أهداف أنا دايما شايف من ساعة انضمام برونو فرناندس لمنشيستر يونيت وتقلقه بهذا الشكل واندماجه مع التشكيلة النجاح طبعا ده اللي قطعت للأسيستات بتاعت فول فوكبر ده أول أسيست من كل هتف دابعة طبعا برجليل يمين لبرونو برضو شوف دي تمريرة طولية يعني الأسيست الأول كان قرب منطقة الجزائق شوف التمريرة دي تمريرة طويلة جدا شوف قطعة قدقهم ساحة في الملعب هتشوف الأسيست الثالث بنفس المكان بتاع الأسيست الأول تقريبا برجليل يمين الأسيست الرابع لما ييجي معنا هتلاقي كرة عرضية برجليل شمال من الناحية الشمال فإذا الرجل مغطي كل مساحات الملعب تقريبا وعنده رؤية من كل حتة في الملعب كنت بتكلم عن برونو فرناندز ومن ساعة انضمامه لمنشيستر يونايتد وتقلقه بالشكل ده والنماجه السريع وواحد بقى من أهم من جوم الدورة الإنجليزي أنا شايف أن بطولات منشيستر يونايتد هتيجي إمتى لما سولشاير يعرف يطلع أفضل حاجة من سنائية برونو فرناندز وبوكبا لأن دي مش متوفرة لأن دي كتير في العالم دلوقتي اللي اتنين اللي بيعملوا كل حاجة في الكرة حلو ويعني الرؤية الهجومية موجودة التحركات موجودة الفعالية على المرمى موجودة السيست موجود تهديف موجود وكمان مشاركتهم في الدفاع ودعمهم للدفاع موجود فلو قدر سولشاير لأينا ده ما كانش حصل الموسم اللي فات في بدايات الموسم اللي فات ده ظهر مع نهاية الموسم وبدأ يعني فورمة نهاية الموسم اللي فات بادئ بيها هو مانشستر يونيتد في البداية مع إضافة جادون سانشو مع إضافة فران مع وجود راشفورد مع وجود دخية لو رجع لمستوى في الطبيعي مؤكد أنه هينافذ سواء محليا أو أوروبيا لأن التشكيلة دي تشكيلة قوية يعني تشكيلة مش قليلة تدور بقى على السولشاير إنه يطلع منهم أفضل حاجة نروح للأسباني وخلينا ابتدي كده بعنوان إنه الموسم ده موسم اختبار لقوة وجودة الدوري الأسباني هل بعد اختفاء رونالدو وميسي من المشهد هيظل الدوري الأسباني بنفس السخونة ويتمتع بنفس الجماهرية ولا شايف إنه قدام اختبار صعب مؤكد ما فيش اختلاف على إن الدوري الأسباني فقد الكثير برحيل رونالدو أولا ثم فقد الكثير قوي برحيل ميسي يعني ما عادش عندك في الليجا دلوقتي نجوم من كلاس اي في العالم حتى جريزمان اللي كنا بنتكلم من واحد النجوم العالم مثلا السنة اللي قبل اللي فاتت كان من ضمن أفضل لعيب العالم في سنة المونديال لكن السنة اللي فاتت بعيدة عن مستوى كريم بنزيمة طبعا نجم وكل حاجة بس ما تقدرش تحطه في جلاس واحد في العالم لأنه فيه نجوم تانية واخد اللقطة كان ميسي هو اللي بتروح عليه لقاين مع برشلونة وطبعا مع وجود ريال مدريد حتى هزرت لما راح ريال مدريد السنة اللي فاتت ما ظهرش كان غايب موظم فطرات الموسيب بادئ كويس طب هتدي بالبرسة فيه ناس كده أصحاب نظرياء هم قلة قليلة جدا هارفت قلة مندسة هم قلة مندسة بسي تقولك أنه برحيل ميسي من البرسة ممكن ده يفجر طقات ومواهب النجوم والأسماء اللي معارض تقيل اللي موجودة في البرسة واللي كانت مختفية في شادو في ظل ميسي مواهب بحجم جريزمان بحجم كوتيني وبحجم حتى المنضم حديثة منفل دي باي بحجم عثمان ديمبلي يعني الناس دي كانت في وجود ميسي صغير قوي رحيله ممكن يدي الفرصة للنجوم دول انه هم يتقلقوا مع القلة المندسة دي ولا مع الغالبية العظمى هي فيه نظريات أول حاجة لازم نكون مجمعين انه هجوم برشلونة في وجود ميسي وحتى بعد رحيل ميسي هجوم مقبول جدا يعني لما بتكلم عن خط جريزمان عثمان ديمبلي منفل دي باي بتكلم في هجوم عنده مقومات الفرقة اللي يعني حلو شكلها الهجوم حل حتى من نص الملعب بتكلم حتى عن دي يونج وبدري اعتقد برضو قادر بقوة طبعا بيدري ودي يونج كمان من نص الملعب عندهم اللمسة اللي تقوي خط الهجوم فالفرقة دي هجوميا كويسة يبقى بقى الاختبار اللي انت بتتكلم عنه لان كلها نظريات هل المجموعة اللي المفترض ان هي مجموعة مميزة هجوميا هل هتستطيع زي ما انت بتقول انها تثبت انها كانت لعيبة كبيرة وطبعا معهم كوتينيو المفترض لو كمل كمال ليه دور كوتينيو هيلبس عشرة دلوقت اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه بيتحالي دي حاج بزافة يعني مسؤولية كبيرة جدا ودافع كمان طبعا انا ملبس تيشرت عشرة في برسا بعد ميسي ده دفع كبير جدا نقصر الدلي وكوتينيو عنده بصراحة عنده كلاعيب كورالا عنده عنده كتير اسم الدم على ليفر بول وحتى لما راح الاعراء الباير دي ميونيخ كان برضو متعلق لما بيشارك كان متعلق وكان مميز يعني لكن هو ما ظهرش مع برشلونيو يمكن برضو ادواره قريبة شوية من ادوار ميسي انه بيحب بيلعب كلاعب فري فالمفترض انه خلاص في غياب ميسي زي ما انت بتقول هي حطت مسئوليات احنا بقى منتظرين هذه المسئولية هيتعامل معها اللايبة ازاي انا هجوميا حاسس ان برشلونيو هيفضل مميز طول الموس وما يبقى شكله حالي ازمة برشلونيو الحقيقة السنة دي واللي قبلها واللي قبلها هي المشكلة الدفاعية دعين بكي غايب عن مستوى بقاله فترة طويلة امتيتي ما كانش يعني احسن حاجة اللونجليه بردو اللونجليه طبعا كان بعيد جدا وخصوص السيزون اللي فات كان سيء جدا جدا يمكن السنة اللي قبلها كان افضل من كده بكتير فالإيريك جارسيا تدايم لكن لسه لعب شاب فيه عنده شوية تفاوات لكن هو خامة مدافع خامة كويس لكن لسه طبعا المشكلة الدفاعية كبيرة وخلي بالك مش بس المشكلة الدفاعية في قلب في قلبين الدفاع لكن كمان في وسط الملعب لان بوسكتس احيانا بيقع بدنيا دي يونجي محتاج يكون ليه تكملاته بادري تكملات دفاعية اكتر من كده اعتقد لو كوما وهو قصة مدافع واحد من احسن المدافعين في التاريخ حل المشكلة الدفاعية دي برشلنا هيكون شكله حلو السيزون ده ترتب لي فرص الثلاثة الكبار في اسبانيا في تتويق بالبارس أتلاتيكو يقدم المستوى اللي بيقدموه برضو الطبيعة كازميرو او مودريتش وحتى فالفيردي ولونسو فاعتقد ان ريال مدريد ممكن يكون سابق خطوة وبرشلنا او أتلاتيكو مدريد يكونوا في نفس المستوى ان كان أتلاتيكو مدريد عنده الثقة عنده الثبات عنده الفلسفة بتاعة سيميوني اللي بيعرف يكسب بيها مهما كان شكله لانه بيعرف يخنق اي مباراة ويخرج بيها منها باللي هو عايز لكن لو بتتكلم عن ترتيب منطقه وفقا للنجوم وفقا للمعطيات يعني ريال مدريد واخد نص خطوة قبل أتلاتيكو وبرشلون أتلاتيكو وبرشلون رأس براس أقوى ثلاثة سكواد في أوروبا من وجهة نظر دكتور وليد بالترتيب بالترتيب هو سكواد ولا أقوى فريق يلعب كورة يعني أقوى أسماء سأقول لك حاجة أقوى ثلاثة فرق في أوروبا كسكواد وأقوى ثلاثة فرق في أوروبا بيلعبوا كورة غصة أقوى ثلاثة فرق في أوروبا بيلعبوا كورة مش بالترتيب خد ثلاثة كده ويعني تمام ممكن تحط تشيلسي ممكن تحط منشستر سيتي ممكن تحط كمان باير وتحط باير كأداء مش كأسماء بايرن كأسماء برضو وأسماء كبيرة سبك من الماركت فاليو بس هم كأسماء يعني ألفونسو ديفل أنا بطسة نحسس أن باريستان جرمان ده كأسماء في حتة لوحده يعني أنا ما ينفعش تقارن أسماء بكل الناس يعني حط باريستان جرمان رقم واحد بكل الكاتبة اللي عنده بحنا نكلم كسكواد باريستان جرمان طبعا رقم واحد في كل الخطوط عنده وعنده أفضل لعبة في العالم في كل الخطوط وحتى بإضافة هاري كين ممكن نعتبر أن هاري كين هيروح منشستر سيتي أو حتى في ظل التشكيلة الحالية ممكن تحط منشستر سيتي بعد بعد باريستان جرمان وكمان تشيلسي وفقا مش للقيمة السوقية لكن وفقا للمستويات اللي بيقدمها نجوم وممكن برضو تحطه في مركز ثالث أو من ضمن أفضل أفضل دوري هيتابعوا دكتور وليد النسخة دي لا يوجد خلاف على أن الدوري الإنجليزي حاليا هو أفضل دوري وأنا بما أني محب الإيطاليا فهيكون رقم اتنين بالنسبة لي أسبانيا للأسف أكيد وقع أكيد وقع جمهريا وقع تصوخيا منتظريني بقى فيه منافسة لكن مهما كان مش هيبقى بنفس حالة طبعا ميسي وميسي رونالدو دوري الفرنسوي هيكون ليه مشاهدة على مستوى العالم من سيزن نسي بس باريس سان جيرمان بس لكن أنه كبطولة هي بطولة بعيدة المستويات بعيدة بعد باريس سان جيرمان الحقيقة المستويات أولية لكن استمتعنا بيك النهاردو دكتور وليد كالعادة طبعا شرفت ونوارت السادسة وإن شاء الله ننتظر لقائك الأسبوع اللي جاي بني فسخن كده بس وتحلاو لسه بقى يكون قافي يمكن في نتاج ومفاجآت تجيلنا ونعرف نتكلم فيها إن شاء الله نشكرك مرة تانية على وجودك معنا شرفتنا ونعطتنا في السادسة نشكر حضراتكم على متابعتنا ونقبل حضراتكم إن شاء الله مع بداية أسبوع جاي كل التوفي لفرقتنا إن شاء الله عندنا بطولات كتيرة جدا الفترة اللي جاية شهر اللي جاي على طول سوبر إفريقيا رجع كازابلانكا بعدها إن شاء الله بشهرين هنكون موجودين في كاس العالم في اليابان كل الدعم اللي نجمنا اللي قدموا وعملوا لعليهم وما زال الأمل بقيا كلامي ده مش معناه إن احنا استسلمنا المستحيل ليس أهلويا زي ما ابتدت الحلقة بختمها شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهار